السلام عليكم ورحمة الله اهلا بحضراتكم معي بقناتي اكلنا بالمصري معكم هويدا محمود وان شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض طريقة الطعمية البيتي حاجة كده اخر طعامه يا سلام على الطعمية وهي بلون دهبي وبطعم مزبوط جدا على فطر يوم الجمعة مع لمة العيلة ولو دايما بتشتروها من برة وبتقلقوا تعملوها في البيت جربوا طريقة النهاردة هتلاقوا ان الطعمية طريقتها سهلة اوي والنتيجة كمان احسن من اللي بنجيبها من برة بكتير مقرمشة جدا وبلون دهبي وكمان طعمها مزبوط اوي يلا بينا علشان نشوف الطريقة اوي المقادير ونقول باسم الله واول حاجة هتكلم عنها والاساسي في وصفة النهاردة هو الفول المتشوش وده عبارة عن فول مقشر بجيبه بالوزن من عند العطار او معبق فاكياس من اي ماركت انا هستعمل كمية نصف كيلو من الفول المتشوش واول ما بجيبه بخسله وبنقعه في المية لكن مدة النقعة دي هي اهم خطوة عشان نعمل طعمية مزبوطة الفول هننقعه من ساعتين لتلاتة ما نحاولش ان احنا نقطر في مدة النقعة علشان ما يشربش مية كتير والطعمية النتيجة بتاعتها ما تطلعش مزبوطة كل اللي محتاجينه ان الفول يبقى واخد نسبة بسيطة من المية والحبية بتاعته قوية شوية بحتاج كمان لنص حزمة صغيرة من الكزبرة القضرة مع البقدونس ما نحاولش برضو نقطر كمية الخضرة علشان ما يبقاش فيه سويل كتير مع الطعمية بحتاج كمان لبصلة بحجم متوسط لو انا هستخدم في الوصفة دي الكرات ممكن نستخدم حجم اقل من كده من البصلة يعني نستخدم واحدة بحجم صغير بحتاج كمان لراز طوم صغيرة وانا هستعمل الطوم صحيح علشان احنا هنفروم المكونات دي كلها في الكبة بحتاج كمان لمعلقتين كبار من الكزبرة النعمة وربع معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة كبيرة من الملح كمية الكزبرة والكمون دي اختياري يعني ممكن اقل الكمية الكزبرة او ازودها والكمون كمان وعلشان المكونات دي كلها تتفرب بسهولة في الكبة بحتاج لنص كباية من المياه لكن مش اكتر من كده يعني نص كيلو الفول المتشوش بالمكونات اللي معاه ما بياخدش سويل اكتر من نص كباية مياه وبنكتفي برضو بكمية السويل اللي في الخضرة و اللي في البصل لو عندنا بصل اخضر برضو نقدر ان احنا نستعمل واحدتين منه ونقلل برضو الكمية بتاعت البصل السليم يعني ممكن برضو نستعمل واحدة صغيرة من البصل العادي واثنين من البصل الاخضر هقلبهم كلهم مع بعض والخضرة كمان انا قطعتها باي حجم والمكونات كده كلها بقت جاهز علشان افرمها في الكبة لو عندي كبة بحجم كبير يبقى المكونات دي ممكن افرمها على مرتين او على ثلاثة ولو ما عنديش كبة خالص ممكن ان انا افرم المكونات دي في الخلاط لكن مع كل كمية هحطها في الخلاط او في الكبة بحط شوية من المية يعني نص كبية المية بوزحها على عدد المرات اللي هفرم فيها الفول في الكبة انا هحط كمية وسط شوية مش هحاول ان انا اضغط على الكبة علشان الطعمية تطلع نعمة في حالة ان احنا ما عندناش غير الكبة بس يبقى هنفرمها لحد ما تنعم خالص ما نحاولش ان احنا نخلي الفول خشن لان ده بيبقى نتيجته مش حلوة خالص بعد الطعمية ما بتتقلي في الزيت بنحس ان هي نشفة قوي ده شكل الفول بعد ما فرمته مع المكونات بتاعته واخد لون اغضر فاتح انا ما حاولش ان انا زود الخضرة علشان السوايل ما تبقاش كتير والطعمية كمان لو فيها خضرة كتير بتكون غمقة قوي وهي بتتقلي في الزيت ومش بس اللون اللي بيكون غم الطعمية كمان بتكون طرية لحد ما يعني ما بتطلعش مقرمشها زي ما احنا عايزين يبقى الزيادة في كمية الخضرة بتخليها طرية وبتخلي لونها غامق بعد ما بتتقلي في الزيت دي كل الكمية اللي انا فرمتها لكن في خطوة اخيرة انا هعملها علشان تطلع زي عجينة الطعمية اللي احنا بنجيبها من المطعم بالزبط هي كده ممكن ان انا اقليها هي جهزة للأكل على طول لكن انا حابة اوريكم الخطوة دي ومش هنلاقي في فرق خالص عن عجينة الطعمية اللي احنا عملناها في البيت من اللي بنشتريها من برا الخطوة دي انا هعملها يدوي لو ما عنديش عجان بحاول ان انا اجيب معلقة او شوكة وبحط العجينة بتاعة الطعمية في طبق غويت وهحاول ان انا الف فيها كده يعني هخلطها مع بعض او زي ما برب البيت كده هحاول ان انا اخلطها بنفس الطريقة بشكل دائري كده لحد ما الطعمية تتميلي هوا وهلاحظ ان هي باقت هشة خالص لكن لو عندنا عجان يبقى هنستعمله وهنحط برضو الكمية اللي احنا فرمناها في الكبة والمدة 3 او 4 دقايق بالكتير بشغل دراع الكف معاها بالطريقة دي المكونات كلها بيدخل لها هوا وبتبقى خفيفة وهشة زي عجينة الطعمية اللي بنشتريها من المطعم ما بنفرقهاش حاجة خالص يبقى البديل بتاع العجان ان انا هعمل الخطوة دي بالمعلقة او بالشوكة او بالمضرب السلك زي ما حضراتكم شايفين الكمية كلها ده خلها هوا بقت هشة خالص ومش هنستعمل خالص مع المكونات ولا كربونات ولا اي حاجة تانية والنتيجة ان شاء الله هتطلع معاكم ممتازة واضح طبعا ان عجينة الطعمية كأننا شارينها من بره هشة ومليانة هوا النتيجة يعني مضمونة ان شاء الله بكده هي جهزة ان احنا نقليها على طول في الزيت علشان اقلي الطعمية بحب احط على وشها كمية من السمسم ومعاها كمان كمية بسيطة من الكزبرة المطحونة ايها خلطهم مع بعض وبرضو ده اختيار يعني لو حبينا ان احنا نعملها بالسمسم بس مفيش مشكلة او بالكزبرة بس نيجي بقى الاخر خطوة وهي ازاي نيشكلها زي ما العامل في المطعم بيعملها ضروري ان انا حط كباية فيها مية او طبق في مية وبلي ايديه علشان العجينة بتاعت الطعمية ما تلزقش على ايديه وبحط كمية بسيطة كده بالمعلقة وبحط على وشها كمية برضو بسيطة من السمسم وببلي ايديه تاني وبنقلها بالشكل ده كده هي جاهزة ان انا انزلها على طول في الزيت طبعا الزيت احنا حطينه من الاول ولازم يكون سخن بعد ما الزيت بيكون سخن بخلي النار متوسطة لكن مش وطية خالص علشان ما تشربش كمية من الزيت يعني قريبة ان هي تكون عالية ومش هنسيب النار عالية لمدة طويلة لان لما هيجي هحط الكمية اللي بعدها هنلاحظ ان الطعمية استود بسرعة واخدت لون من بره وهتكون نية من جوه يبقى في البداية الزيت لازم يكون سخن وبخلي النار متوسطة او اقرب ان هي تكون عالية بهدي النار بعد ما بطلع اول كمية من الطعمية وبعد ما بشكل الكمية اللي بعدها بعلي النار نسبة بسيطة بكده الطعمية كلها هتطلع مستوية وما فيهاش اي حاجة نية خالص من جوه التشكيل انا بحط الكمية بتاعت العجينة والسمسم جنبي جنب الزيت وبحاول لانا على طول زي ما حضراتكم شفتوا كده ببلي ايدي وبحط كمية وبوزع عليها رشة بسيطة من السمسم وبنقلها على ايدي الناحية التانية بعد برضو ما ايدي بتكون مبلولة بالمية وبنزل الطعمية على طول الطريقة سهلة قوي وبسيطة وما بتاخدش وقت وزي ما حضراتكم شفتوا كده انا فرمت الطعمية في الكبه في كم دقيقة وحطتها في العجان كمان لمدة 3 دقايق نقدر نعمل الخطوة دي بايدنا لو ما فيش عجان زي ما قلت لحضراتكم لكن هتاخد مننا وقت اطول يعني ممكن تاخد مني 8 دقايق او 10 دقايق لو هستعمل ايدي انا علشان ادخل في عجينة الطعمية كمية من الهوا بكمل باقي الكمية وزي ما حضراتكم شفتوا الطعمية طلعة بلون دهبي وشكلها يعني يفتح النفس الطريقة سهلة قوي نقدر نعملها في البيت والكمية كمان بتاعت النص كيلو فول ما تشوش عملتلي كمية كبيرة من عجينة الطعمية يعني انا قلت الكمية دي وكانت كمية كبيرة وكمان شلت منها 4 اكاس في الفريزر الشكل اللي حضراتكم شفتوه ده زي الثوابع شوية ده دايما انا بعمل الشكل ده لما بكون هستعملها في السندويتشات الطريقة بسيطة قوي يعني باخد كمية ومش بخليها مدورة بضغط عليها ضغطة بسيطة كده بصوابع الايد وطبعا وهي مبلولة مية وبتطلع بالشكل ده والشكل ده سهل قوي في عمل السندويتشات زي ما قلت لحضراتكم ده شكل الطعمية وهي طلعة من الزيت يعني واخدى لون دهبي مظبوط قوي وهنشوفها حالا مقرمشة ازاي وكمان مستوية من جوة كمان اللون الاخضر بتاعها مظبوط قوي مش لون غامل زي ما حضراتكم شايفين شكلها يفتح النفس والطريقة كمان سهلة جدا وبسيطة نقدر ان احنا نعملها في البيت بكل سهولة والكمية اللي عملناها دي يعني هتكفينا طول الشهر ويمكن اكتر كمان لو احنا بنفطر يوم الجمعة بس لكن لو بنستعملها بشكل يومي نقدر ان احنا نعمل كمية اكبر يعني هنستعمل كيلو من الفول المتشوش وده ممكن يكفينا طول الاسبوع وكل ما بنعوز بنكمل تاني بنفس الطريقة ده شكل الطعمية بعد ما خلصت طبعا التشكيل ده حسب ما احنا بنحب بنقدر ان احنا نعملها مدورة او نعملها على شكل صوابع والحجم كمان كمية السمسم اللي بنضفها دي برضو اختياري في مكون تاني برضو بيدي للطعمية طعم حلو قوي وهو الشمر في بعض الناس بتحب تستعمله مع جينة الطعمية نقدر ان احنا نفرم على او نضفها مع الكزبرة او نحطها مع السمسم على الوش واحنا بنقليها في الزيت طعمها جميل جدا ومستوية تسوية مزبوطة ان شاء الله لما تجربوا طريقة النهاردة هتعجبكم جدا والسلام عليكم